السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه متكملين مع بعض في فيديوهات مواقع الذكاء الاصطناعي وازاي نستفاد منها في صناعة المحتوى والموقع اللي هتكلم مع حضراتكم فيه هو موقع رائع جدا لانه ببساطة بيحول النص الى فيديو متكامل سواء الفيديو نفسه والسابطيتل او الشرح التلقائي الكلام اللي انا بقوله في الفيديو بيظهر على الشاشة وكمان بيعمل لي صورة مصغرة تأثيرات وانتقالات بين المشاهد يعني بيمن تجلي الفيديو وكل الامور دي بتتم بشكل احترافي وبخطوات بسيطة زي ما هنشوف مع بعض والموقع ده هو موشن او موشن اي اي دوت كوم والجميل كمان ان انت تقدر تصنع بيه محتوى اجنبي للناس اللي هي بتشتغل اي ان كان المنصة اللي هي موجودة عليها وبتخاطب او عايزة توصل ليه الجمهور الاجنبي لزيادة اربحة فيلا نقول بسم الله ونبتدي مع بعض ونشوف ازاي هنسجل وازاي نبتدي نعمل المحتوى بتاعنا هنروع على المتصفح وهنيجي في البحث نكتب موشن دوت كوم وبالتأكيد هكون سايب لك الرابط الخاص بالموقع في التعليق المثبت بعدها بتفتح معي الصفحة وهروع على اول نتيجة بحث واضغط عليها بعدها بيفتح معي الموقع بالشكل دوت كل اللي انا هعمله هروع على كلمة تسجيل الدخول واضغط عليها اللي هي جانب انشاء القصص مجانة بعدها بتفتح معانا الصفحة دية هنزل على الاختيار اللي تحت الخاص بصين أب عشان نبتدي نسجل دخول او نعمل حساب جديد على الموقع فبتكون الاختيارات المتاحة قصادية اما ان انا اسجل عن طريق حسابي على جوجل او لحساب على ديسكورد او من خلال بريد الكتروني فانا هسجل من خلال حسابي على جوجل دلوقتي اهو بعدها بيفتح معانا الموقع بالشكل ده ويبقى خلاص سجلنا عليه واصبح لنا حساب زي ما حضراتكم شايفين اهو هادي البيانات الخاصة بالحساب بتاعنا وبيديني خطة مجانية ومتين كوينز طيب لما المتين كوينز دول هيخلاصه اعمل ايه كمل معايا الفيديو للاخر عشان اقولك حل المشكلة البسيطة ديت وازاي تقدر تستخدم الموقع ده او اي موقع خاص بالزكاء الاصطناعي بشكل لا نهائي طيب تعالوا بقى نتعرف على الواجهة البسيطة بتاعة البرنامج واللي من خلالها هنقدر ننشئ المحتوى بتاعنا اول اختيار من اللي موجود فيه الجنب كلمة جينيريت او يولد وبيكون فيه اختيارين خاصين بالجينيريت اما انشاء من موجه او استخدم المحتوى الخاص بك اللي اتنين على فكرة بيقدوا نفس الوظيفة بس الفرق ان الاختيار الاول اللي هو انشاء من موجه ده بتقدر ان انت تدي له فكرة وممكن هو يعمل لك السكريبت او انت تجيب القصة او السكريبت جاهز وتلزقه وهو ده برضو اللي انا بفضله بس كمان الاختيار ده افضل ليه لانه هو بيديني عدد خروف اكبر فبالتالي اقدر اعمل فيديو اطول شوية من الامر التالي تمام الاختيارات اللي بعد كده مشاريعي والمعرض لو في اي فيديوهات حضرتك عملتها بتكون متسيفة هنا ستوديو هنا في اداتين تانيين تقدر تستخدمهم في الموقع هم ايه ازالة الخلفية من اي صورة او تحويل الصورة بتاعتك من صورة عادية لصورة مثلا كارتونية او الامات اللي هتبقى متاحة انا هسيبها لحضرتكم تستكشفوها عشان ما تقولش الفيديو خلينا في النقطة الاساسية بتاعتنا وهي ازاي ان انا اقدر انشئ فيديو فهرجع تاني اضغط على جنريت او يولد ونروع على اول اختيار معانا وهو انشاء من موجه ونضغط عليه بنلاقي الصفحة دي اتفتحت معا وكل شغلنا هيكون في المربع ده اللي من خلاله هنحط النص وكمان هنختار شكل الفيديو بتاعنا الصور اللي هتكون فيها وتتحول لفيديو صور وقعية متحركة سلاسية تلوين كل الانماط اللي حضراتكم شايفينها والصور اللي عليها افل دي للخطط المدفوعة فبالتالي مش هتقدر تستخدمها لكن انا شايف اللي هم متوفرين مجاني تقدر تعمل بهم فيديوهات احترافية بشكل كبير تمام اول خانة معانا هنا بتقدر تختار بها ابعاد الفيديو بتاعك شوف انت هتنشر على اي منصة وتبتدي تختار الابعاد الخاصة بها يعني ستتاشر لتسعة اليوتيوب على التك توك او الفيسبوك هتختار تسعة لستاشر واحد لواحد طبعا على الانستجرام فعلى سبيل المسان هنخليها لو على اليوتيوب بعد كده اللغة اللي هيبتدي يتكلم بيها الشخصية في الفيديو عندنا يا اما لغة انجليزية او اللغة الصينية طب لو انا عايز لغة عربية مفيش اي مشكلة هقولك على كل الحاجات دي واحنا ماشيين مع بعض بعد كده النغمة لو انت بقى النغمة الشخص اللي هيتكلم في الفيديو حياة دي لو هتعمل فيديو للاطفال كرتون عايز تعمل فيديو تقديمي لشغل معين اكاديمي طبعا برضو بتختار النغمة اللي انت عايزها تمام يبقى دي كده كل الامر او قادي الوجهة البسيطة بتاعة الموقع وزي ما انتو شايفين مديني عشرين حرف طيب نيجي بقى للفيديو نفسه بقى هنعمله ازاي هنا بيقولك اكتب زي ما قلنا افكارك او الصق المحتوى احنا بقى هنعمل او قصة خاصة بينا ونيجي هنا نلزقها عشان يبتدي يعالجها ويعمل لنا الفيديو بتاعنا طيب هعمل القصة دي ازاي برضو من خلال الزكاء الاصطناعي من اي موقع زي ما اتفقنا جوجل جيميناي اي موقع حضرتك بتستخدمه هتقدر تعمل عليه اسكريبت او قصة طيب انا بالنسبة لي زي ما بقول دائما الاسهل هو جوجل جيميناي تعالوا نروح كده على الموقع ونعمل اسكريبت ونرجع تاني لموقع موشن ونكمل باقي الخطوات وروحنا على جوجل جيميناي وهاجي في الخانة الخاصة بالطلب ونبتدي نكتب له بقى احنا عايزين منه ايه فممكن اجي اقول له كده اكتب لي قصة لمسلا عن مغامرة لصياد او على حسب طبعا فكرة الفيديو اللي انت عايزها انا بقولك على سبيل المثال اكتب لي قصة عن مغامرة لصياد وممكن اقول اي اسمه نوفل مثلا وفي الغابة وتعالوا نشوف بقى القصة هيكون شكلها ايه هيبتدي في ثواني يعمل لنا القصة زي ما انتوا شايفين خلي بالنا احنا الموقع اللي هو الموشن عشان اقدر اعمل عليه فيديو لازم النص اللي انا هلزقه يكون طبعا باللغة الانجليزية طب انت هنا بالعرض ما انا هقول لك ليه دلوقتي ويمشي معايا بس خطوة بخطوة انا اول حاجة لغة عربية ليه عشان تبقى عارف القصة نفسها ايه هي لو انت مسلا ضعيف في اللغة الانجليزية تبقى فاهم ايه القصة بالزبط لك قصة قصيرة عن مغامرة السياد نوفل في الغابة وادي عنوانها نوفل وصديقه المخلص ادي القصة وهيكون اخرها لما نوفل رجع القرية والناس كانوا مبسوطين منه طيب تمام هاجي هسيب اللي هو باللغة العربية ده زي ما هو واجي اكتب له امر تاني اقول له ترجم القصة للغة الانجليزية هيبتدي يترجمها النفسوان ادي القصة اترجمت معانا هنيجي احنا بقى هناخد الترجمة اللي باللغة الانجليزية دي وهنروح بها على موقع موشن علشان يبتدي يعمل لنا الفيديو وهنسيب الصفحة الخاصة بجوجل جيميناي مفتوحة لان احنا هنرجع لها تاني عشان اللغة العربية فهبتدي بقى ااخد الجزء الخاص بتاع القصة كده اهو عشان اعمله نسخ وطبعا الشغل من الموبايل زي الكمبيوتر مفيش اي فان هاجي كده نسخ وبعدين نرجع لموقع موشن مرة تانية عشان نبتدي بقى الخطوات العمل في انشاء الفيديو تمام هاجي بقى في المربع ده وامضغط لصف اهو وزي ما حضراتكم شايفين كمان مخلصناش كل الحروف المتاحة معانا يعني انا لو عايز اكبر القصة شوية اقدر عشان تبقى مدة الفيديو مثلا لو انا عايزها اطول من كده تمام بعد كده هبتدي خلاص زي ما احنا اتفقنا بقى مزبطين اعدادات الخاصة بابعد الفيديو اللغة النغمة هبتدي اخطار الاسلوب او النمط اللي انا عايز الفيديو يتصدر لي به فعايز بقى رسومه تحركة انيمي واقعي على كلمة يولد او جنريت واضغط عليه زي ما انتو شايفين بيقول لي جاري انشاء القصة المصورة وهيبتدي يعدي معايا من زيرو المية وهيكون خلص المعالجة الخاصة بالسكريب نخلص ونكمل معها خلاص خلص المعالجة زي ما حضراتكم شايفين وعمل لي القصة في حوالي تلتاشر مشهد اهم اسمهم لي زي ما حضراتكم شايفين ودي العنوان نوفل انتزا ماجيكال تري نوفل وي الشجرة السحرية وبعدين ابتدي ابص على المشاهد دي طب ابص على المشاهد ليه لان في بعض الاحيان يعني مثلا في الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي ادي الشخصية مثلا بتاعة البطل اللي هو المغامر ممكن اجي اشوف فيه مشهد تاني الاقي الصورة اختلفت يعني بش هو نفس الشخص اللي كان موجود هنا فاوقات طبعا برضو الزكاء الاصطناعي بيخرف طب او معالج الموضوع ده ازاي اقف على المشهد اللي انا حستي ان الصورة بتاعته مش معمولة كويس عايز صورة تكون دقتها افضل من كده هقوم واقف على المشهد زي ما انا عامل كده مثلا وبعدين انا امراه على الاختيار الخاص بي جدد باللغة طبعا العربية بتبقى الترجمة من لغبطة شوية اضغط عليه هيبتدي يعمل لي تاني معالجة ليه المشهد دوت بس هياخد اتنين كوينز ما فيش مشكلة اضغط اهو هيبتدي بيقول لي جاري التوليد يرجى الانتظار لبضع ثواني وبعدها اشوف الصورة بقى هتكون عاملة ازاي خلاص خلص معالجة الصورة زي ما انتوا شايفين عدل لي عمل لزوم قرب لي من الشخصية شوية يعني ماشي الحال طيب تمام باقي الاختيارات اللي موجودة تحت الصورة ديت هنا لو عايز طبعا احمل الصورة هنا تحريك بمعنى ان انا لما اضغط عليها هيضف لتأثير حرقي كمان على الصورة فامضغط كده بقى ابتدي امشي على مشهد مشهد لو انا حابب وامضغط كده على كلمة تحريك بيقوله نظرا للطلب المرتفع المهم ما علينا وامضغط على كلمة نعم يبقى هيبتدي يعمل لي برضو تاني معالجة او اضافة تأثير حرقي للصورة تمام بعد ما راجعت المشاهد بتحتي سواء شكل الصور او الاسكريبت الموجود وكله تمام بالنسبالي هامضغط على كلمة التالي بعدها بتفتح معانا الصفحة ديت واللي زي ما وضحت لك بقى في اول الفيديو او في العنوان ان الموقع دوت كمان من مميزاته ان انا بيوفر لي عنوان ترجمة صورة مصغرة تأثيرات طيب بالنسبة للعنوان طبعا عنوان القصة او الموضوع اللي انا بتكلم عنه فهيظهر مثلا العنوان في اول المشهد فبتدي اختار الستايل اللي يظهر بالعنوان ادي كزا طبعا شكل حضرتك بتختار اللي يعجبك فيهم مش عايز بتضغط على العلامة دي يبقى كده من غير عنوان هيظهر في اول مشهد في الفيديو تمام فخلينا هنختار مثلا الشكل ده نيجي برضو نفس الامر للترجمة او الشرح التلقائي للكلام اللي هيتقال ويظهر على الفيديو فتبتدي برضو تختار اي شكل من دول يظهر ويه الفيديو بتاعك شغال وليكن مثلا هنختار الشكل ده بعد كده بتيبتدي برضو يحدد لك صورة مصغرة للفيديو الخاص بيك وبيبتدي يحدد لك عايزها بخلفية بيضة او خلفية صورة او صورة فبتبتدي برضو تحدد اي حاجة من دول انت عايزها كصورة مصغرة للفيديو بتاعك وتقدر ان انت تحملها بعد كده تأثيرات المشهد بتختار اي تأثيرات تكون موجودة على المشاهد بتحتك عندك برضو تأثيرين بتختار منهم بعد كده انتقالات المشاهد برضو مديك اكتر من انتقال بتبتدي تختار اي انتقال فيهم او اي تأثير يكون موجود بين المشاهد فمسلا ممكن نختار وهج تبتدي تجرب اكتر من تأثير وتشوف الشكل هيبقى عامل ازاي بعدها التعليق الصوتي برضو بيديك مبموعة من الاصوات سواء لرجال او سيدات بلكنة امريكي او بريطاني بتبتدي تختار منها زي ما انت عايز وكمان بيديك مثلا صوت دافئ صوت ودي واسخ فبتبتدي تختار على حسب المحتوى او الفيديو اللي انت بتكون عامله فهنخلينا مثلا على اول اختيار بعد كده الموسيقى لو حابب يكون فيه موسيقى فيه الخلفية والفيديو بتاعك شغال تمام برضو بتبتدي تختار اي مقطوعة حابب تسمحها بتضغط على العلامة دي بتسمع الصوت الموسيقى اللي هتكون موجودة وبرضو لما بتضغط على العلامة دي بتسمع صوت التعليق الصوت هيكون ازاي قبل ما تختار فخلينا نختار مثلا اول اختيار معانا تمام انا كده خلاص زبطت الفيديو بتاعي من كل حاجة سواء شكل العنوان شكل الترجمة اللي هتظهر الموسيقى بعدها بقم ضغط على كلمة جنيريت او التالي او مركب على حسب اللغة اللي انت عامل بيها الموقع بتاعك هيبتدي برضو يعمل المعالجة هيخلص ونكمل معها خلاص تمت المعالجة واصبح الفيديو بتاعي جاهز وزي ما انتم شايفين ادي اهو نوفل والشجرة السحرية ادي دقة الفيديو وعدد المشاهد بتاعته الملخص بتاعه عاملك برضو ملخص ليه وكمان هاشتاجات عشان لو حابب ان انت تستخدمها فيه صندوق الوصف بتاعك لما تيجي مسلا ترفع الفيديو لعلاقة بالموضوع هنا لو انت عايز تضغط بقى وتبتدي تحمل الصورة المصغرة وهنا طبعا الاختيار ده خاص ان انا بقى عايز احمل الفيديو على الجهاز بتاعي بضغط عليه وابتدي احمله طب تعالوا بقى كده نشغل الفيديو ونشوف هيبقى الشكل عامل ازاي طبعا نكتفي بالقدر دوت لان الفيديو هتبقى مدته طويلة تلت دقايق وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا ان الفيديو طلع بشكل احترافي ازاي طيب لغاية هنا الامر جميل ولو انا فعلا هبتدي اعمل محتوى باللغة الاجنبية مش هلاقي احسن من الموقع ده ان انا ابتدي اشتغل عليه طيب لو انا الفيديو دوت انا عايزه باللغة العربية وكمان هرفعه على اليوتيوب مثلا هعمل ايه اول حاجة وطبعا دي نصيحة دايما بقولها بالنسبة للتعليق الصوتي خليه بصوتك انت مش بصوت زكاء اصطناعي زي ما ناس كتير بتيجي تشرح سهلة اوي ان انا اقولك على اي موقع هناخد الاسكريبت هنرجع للجوجل جيميناي تاني عشان كده قلتلك سيب الصفحة مفتوحة عشان هنحتاج اللغة العربية ونروع على اي موقع وبعدين نعمل صوت بالزكاء الاصطناعي بينطق باللغة العربية فانا مش عايزك تعمل كده هنسيب برضو الموقع ده مؤقتا وهنرجع له تاني ونروع على جوجل جيميناي انا عايز بقى حضرتك القصة هي قدامك باللغة العربية هتبتدي تسجلها بصوتك انت وبعد كده هتاخد الملف الصوت دوت انت كده كده حملت الفيديو خلاص على الجهاز بتاعك وتروع على برنامج المونتاج وبعدين تبتدي تركب الصوت بتاعك على الفيديو ليه؟ عشان ما يبقاش فيه اي مشكلة او اي تلكيك مستقبلي من اليوتيوب ويقولك محتوى معاد استخدامه بالرغم ان هو دي الوقتي في وصف الفيديو يقولك انت بتستخدم زكاء اصطناعي قول نعم او لأ برضو الموضوع مش امان لغاية ما نبسجل الفيديو تعليقات بتجيلي من اصدقاء تم اقاف الربح على قنوتهم ولما بشوف الفيديوهات بتكون معمولة بالزكاء الاصطناعي من الاول للاخر سواء صورة او صوت فاحنا عشان كده بقولك دايما نوازن انت هو زي ما احنا شايفين وفر علينا كتير عملنا الفيديو كله بالزكاء الاصطناعي هنيجي في حتة التعليق الصوتي ونخليه بصوتنا احنا باللغة العربية ده لو انت حابب طبعا يكون تعليقك باللغة العربية تمام تعالوا بقى نرجع ليه الموشن تاني عشان نشوف ازاي لو انا هستخدم اللغة العربية هبتدي ادوس على السهم ده عشان ابتدي ارجع ليه الخطوة اللي قبل كده انا دلوقتي انا عايز الفيديو بتاعي ده بقى يكون باللغة العربية زي ما اتفقنا فهسجل القصة بصوتي واركبها على الفيديو فلما هيجي الانوان هيزهر هيزهر باللغة الانجليزية اللي احنا شفناه في اول بداية الفيديو فهضغط على علامة دي عشان ما يزهر ليش اي عنوان حابب انا بقى عنوان باللغة العربية هضيفه من خلال برنامج المنتاج نفس الامر في الترجمة عشان ما تظهرش هضغط على علامة دي فبالتالي مش هتظهر معايا الترجمة وبعدين هاجي عندي الصورة المصغرة دي بقى براحتك عادي هنسيبها تأثيرات المشاهد والانتقالات زي ما هي هنيجي على التعليق الصوتي هنقوله لا احد عشان هيبقى بصوتنا احنا هنيجي للموسيقى برضو بقى حابب انا افضل بلاش برضو موسيقى وخلي لو انت عايز موسيقى في الخلفية خليها من مكتبة اليوتيوب تمام وبعد كده اقوم ضغط على برضو التالي هلاقي الفيديو بعد كده هيبقى من غير ولا عنوان ولا صوت ولا ترجمة هتظهر عليه وهنشوف دلوقتي بعد ما يخلص المعالجة خلاص خلص المعالجة تعالوا كده نشغل الفيديو ونشوف بقى هيظهر معانا صوت او هيظهر اي كتابة على الفيديو اهو الفيديو كده اشتغل معانا وزي ما حضراتكم شايفين لا فيه صوت تعليق صوتي زي ما كان موجود ولا اي كتابة ظهرت معايا على الفيديو فبالتالي تقدر حضرتك بقى لما تحمل الفيديو على الجهاز تركب عليه الصوت بتاعك وترفعه على قناتك على اليوتيوب انا هنا بوجه كلامي للناس اللي هتشتغل على اليوتيوب لكن لو انت مثلا هتشتغل بقى على التكتوك على انستجرام على الفيسو اي منصة تانية تقدر بقى تستخدم عادي اصوات الزكاء الاصطناعي سواء اللي باللغة العربية او باللغة الانجليزية مفيش اي مشكلة طيب نيجي بقى للنقطة الاخيرة والمهمة اللي انا كلمتك عنها في بداية الفيديو لما الخطة المجانية بتاعتها تخلص الكونز اللي موجودة دي خلصت خلاص بعد مثلا ما عملت فيديو او اتنين او تلاتة وانا حابب ان انا استخدم الموقع ده بقى اكتر من مرة لان انتوا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعني بيديني فيديوهات احترافية وبخطوات بسيطة وممكن الناس اللي حابة تعمل فيديوهات كارتون تقدر تستغل موقع زي ده طب هعمل ايه دلوقتي وانا بكلمك هيظهر معك في شاشة النهاية فيديو انا اعمله لك عشان احللك به المشكلة البسيطة دي وازاي ان انت تقدر تسجل على الموقع ده او اي موقع خاص به الزكاء الاصطناعي بيديك فترة محدودة او تجربية بشكل لا نهائي او بعدد مرات زي ما انت عايز فالفيديو هيكون ظاهر معك دلوقتي وهسيبه لك برضو في التعليقات وبالتوفيق للجميع وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته